موسيقى عزائي التلاميذ عزائي التلميذات أهلاً ومحباً بكم في الدرس الثاني من مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة التانوي الكعددي وفي جزئه الثاني ثم الجزء الثاني حول ما يسمى بالأيونز أو بالفرنسية لذلك تصميم الحصة سيكون على الشكل التالي سوف نبدأ هذه الحصة بتذكير بما رأيناه في الحصة السابقة وفي الجزء الأول من الدرس ثم سوف نتعرض في الفقرة الأولى على ما يسمى بالأيونيات في الفقرة التانية سوف نتعرض كيفية كتابة سيرة الأيون ثم آخر فقرة سوف تكون على شكل كيفية كتابة شهنة الأيون أو كيفية عفو تحديد شهنة الأيون وخساما سوف نقوم لتمرين تطويق أولا سوف نبدأ بتذكير إذن ما رأيتكم في حصة السابقة وفي الجزء الأول من درس المواد والكهابات قلنا قد تعرضنا على أن الدرس هي أسفى جزء في الدرس هذه الدرس تتكون بمكونات أساسية وهو النواد وقلنا بأن النواد تتوسط الدرس أي أنها توجد وسط الدرس قلنا بأنها تحديد شهنة كهربائية مجرى قيمتها زالد ZE حيث أن Z هو العدد الدري ويمدي العدد إلكترونات هذه الدرس كما قلنا بأن كتلتها تساوي تقريبا كتلة الدرس أي كتلة الدرس منحصرة في النواد المكون الثالي للدرس هو ما يسمى في الإلكترونات بأن الإلكترونات هي في حركة حول النواد تدور حول النواد شهنة الكهربائية سالبة فيما يخص الشهنة الكهربائية الإلكترونات فهي سالبة قيمتها ناقص ZE ودائما Z هو العدد الدري ويمدي العدد الإلكترونات هذه الدرس كما أن كتلتها مهملة يعني أن كتلة الدرس كما قلنا تساوي كتلة النقص لأن الفقرة الأولى من هذه الحصة أو يمثل الثالي في هذا الدرس سوف تكون ثلاث عنوان الأيض سوف نبدأ هذه فقط بنشر بنشر إذا يمثل الشكلات الثالية للموندجين درتين يمثل الثالي أسوديور و أفليور ويوضحا عدد الإلكترونات المكونة باستحابة الإلكترونية لكل منه إذا نبدأ إذا أبينا مندج درة أسوديور درة أسوديور عددها الدرس يساوي 11 يعني ذلك أن درة أسوديور تتوفر على 11 إلكترونا إذا قمنا بحيث ذلك يوم مندج يلقى 11 إلكترون ستتوفر عليه درة أسوديور تمثل من هذه الأسباب فقد يؤدي ذلك إلى فقدة درة أسوديور release مما يؤدي إلى مهذا؟ يؤدي إلى نقص في عدد إلكترونات السحابة الإلكترونية يؤدي إلى نقص في عدد الإلكتروني لأن علم الإلكترونات الأصلية لدرة السوديور كانوا 11 إلكترون فأصبحت السحابة الإلكترونية فقط تتوفره على 10 إلكترونيز هذا فيما يفوز لرات أصل نمر إلى نموذج الثالي وهو نموذج نرات الفليور إذا نرات الفليور عنو هذا الدرج زي يساوي 9 معنى ذلك أن نرات الفليور تتوفره على 9 إلكترونيز لدينا 9 إلكترونيز في السحابة الإلكترونية وإذا قمنا بها سوف نجد 9 إلكترونيز لأن كذلك لسبب من الأسباب قد يؤدي إلى الزيادة في عدد إلكترونيز درجة الفليور سوف يصبح عدد إلكترونيز أكبر من 9 إلكترونيز سوف تصبح زيادة في عدد الإلكترونيز في السحابة الإلكترونية لعبود السحابة الإلكترونية العبود لا يصبح على 9 إلكترونيز سوف يصبح على 10 إلكترونيز تبقين؟ إذا هذي درجة الفليور بإلكترونيز لأن عددات درجة زي يساوي 9 ولكن هنا وقعت زيادة في عدد الإلكترونيز فأصبح السحابة الإلكترونية تغفر على 10 إلكترونيز إذا باستغلال هذا النموذجي باستغلال ما رأيناه السابقة لكل بين دارة السوديون بعد فقدارها الإلكترون وهتاذب ما بعد أن، تبقى توف komplettCh ash r سوف نقوم بالكم الماء وجمعنا فأترون أننا عدد أشغلات التدائية الموجبhen سوف نقوم بتحديد أشغلات الاتدائية الموجبhen سوف نقوم بتخديد كذلك عدد الشهنات الابتدائية السائلة ثم سوف نقوم بkesال العدد الإجمالي للشهنات وذلك بإضافة الشهنات الابتدائية المجابةم للشهنات التدائية السائلة سوف نقوم بقتديد هذه الشهنات لكل ملكان وثلاثة سوديوم بعد اكتسادها إليكتروم كما رأيتم في أجزاء الأول من الدرس إذن الحزاب على الشرعات ابتدائية الموجودة نقوم بصباحة العلاقة زائد ZE زائد Z لماذا؟ لأن الشرعات ابتدائية الموجودة في النواد على الشرعات ابتدائية الموجودة في النواد إذن زائد ZE ونعود Z بقيمتها ونعود Z بقيمتها ونعود Z تساوي 11 لأن ضرات ستوديوم تتعرق على 11 إلكتروميون ننوم إلى ضرات الفريوع إذن فيما يخص ضرات فريوع فعادل ذلك Z تساوي 9 يعني ذلك أنها تتعرق على 9 إلكتروميت إذن الحزاب على الشرعات التدائية الموجودة ونطبق لعلاقة أيضا في الحصة السابقة وفي الجسد الأول من الدرس زائد ZE شرعات النواد أو عادل شرعات التدائية في النواد يساوي زائد ZE قد ينجدون زائد سعود أ فيما يخص عدد شفرنات ابتدائية الموجبة لنرى فليور بعد اكتسابها إلكترونيا فهي لم يطرأ عليها أي تغيير لماذا؟ لأن النوات لم يطرأ عليها أي تغيير إذن في عدد شفرنات ابتدائية الموجودة في النوات لا يطرأ عليها أي تغيير وتفقى كما هي زائد تسعة أ نمر الآن إلى عدد شفرنات ابتدائية السائمة فيما يخص عدد شفرنات ابتدائية السائمة تساوي ناقص زل أ نعمل زل بقيمتها زل أي عدد الدريم للرد سوديوم بساوي 11 فنجد أن عدد شفرنات ابتدائية السائمة تساوي ناقص 11 أ فيما يتغيير ضرر السوديوم بعد فقدانها إلكترونيا هنا سوف يطرأ تغيير على عدد شفرنات ابتدائية السائمة لماذا؟ لأنه وقع نقص عدد الإلكترونيات تبقين إذن في هذه الحالة سوف يصلح عدد شهنات ابتدائية السالبة هو ناقص عشرة أ حقاً لدي حد عشرة إلكترونية حقاً لدي فقط عشرة إلكترونيات فيما يخص درك في اليوم بالنرسة الكيفية عدد شهنات ابتدائية السالبة نطبق العلاقة ناقص ز بقيمتها ز تساوي 9 إذن قيمة عدد شهنات ابتدائية السالبة الموجودة التي تحبينها الإلكترونيات هي ناقص 9 فيما يخص درات الفيو بعد اكتساب درات الفيو لإلكترون واحد سوف يطرق تغيير على عدد شهنات ابتدائية السالبة لماذا؟ لأنه موقع زيادة في عدد مدر في عدد إلكترونيات درات الفيو سوف تصبح قيمة عدد شهنات ابتدائية السالبة ناقص عشرة درات الفيو هذه الخانة الأخيرة هي الخانة الخاصة بحساب العامل الإجمالي للشهنات هذا الحساب العامل الإجمالي للشهنات في أن نقوم بعملية الجامعة عدد الشهنات ابتدائية الموجودة وعدد الشهنات ابتدائية السالبة لكن يخص درات السوديون وكما رأيتم في حيث السابقة جميع الدرات متعادلة كهربائيا لأن شهناتها معددنا وعندما نقوم بعملية الجامعة في السفر نحصل على السفر لماذا؟ لأن الدرات متعادلة كهربائية وعدد الشهنات الموجودة في اللوات يستوعى الدرات الموجودة في الإلكترونيات لكن بالنسبة لدرات السوديون بعد فقدانها الإلكترونيات عندما قيام بعملية جمع يعني جمع عدد الشهنة ابتدائية الموجودة وعدد الشهنة ابتدائية السالبة سوف نجد عدد الخالق السفر أو قيمة الخالق السفر إذن زائد أحد عشر زائد ناقص عشر أول سفر نحصل على زائد أ بالعكس ضرات السوديون فإن ضرات السوديون بعد فقدانها الإلكترونيات لم تحقق التعادل الكهربائي لم تحقق التعادل الكهربائي نمر إلى ضرات أفليون بنفس كيفية نقوم بعملية جمع جمع بشهنة ابتدائية الموجودة والشهنة ابتدائية السالبة فنجد قيمة منعدمة وهذا أيام في الحصة السابقة وقلنا بأن جميع ضرات بدون السفر متعادلة كهربائية أما في ميروس ضرات الفريغور بعد اكتسامها إلكترونيات فإذا القيام بعملية أجمع يعني جمع عدد شهنة جدائية الموجودة في الناوات وعدد شهنة جدائية السللة الموجودة في الإلكترونيات فلنحصل على قيمة منعدمة فنحصل على ناقص أ لنزال تسعة أ زال ناقص عشر أول سفر فنحصل على قيمة ناقص أ إذا ماذا يمكننا الإستجام خلال ما سبق؟ إذا يمكن الإستنتاج لأن الضر تصبح أيون عندما تصبح ضرائيون عندما تفقد أو تكتسب عند فقدار أحد إلكتروناتها أو أكثر أو عند اكتساب أحد إلكتروناتها أو أكثر إذا نقول تصبح الضرة أيوناً عندما تفقد أو تكتسب إلكتروناً أو أكثر إذا الضرة يمكن لها فقدار الإلكترونات كما يمكن لها اكتساب الإلكترونات وعندما تفقد الإلكترونات أو تكتسب الإلكترونات مباشرة تتحول إلى ما يسمى بأيون عندما تفقد الضرة إلكترونات أكثر تتحول إلى أيون موجا إذا عند فقدارها درّاء الإلكترونات فيتتحول إلى أيوم وهذا أيون يسمى أليون موجا يسمى كذلك بالكوار ؟ لذلكmüş يمكن لها معظم بالكتسب الضرة الإلكترونات في هذه الحالة تتحول إلى أيون سليب عندما تكتسب الضراء الإلكترون، تتحول إلى إليه مسائم، ويسمى كذلك بالأنيوم، يسمى بالأنيوم. إذا كفلاصة، أيهم؟ هو عبارة عن ضراء أو مجموعة من الضرات؟ ماذا وقع له هذه الضرات؟ ماذا وقع له هذه المجموعة من الضرات؟ فقدت أو اكتسبت إلكترون واحدا أو أكثر. إذا عندما تفقل الضراء أو مجموع على الضرات، عندما تفقل إلكترون أو أكثر، أو تكتسب إلكترون أو أكثر، فهي تتحول إلى ما يسمى بأيوم. إذا سوف نقوم بمعرفة كيفية كتابة صيغة الضرات. إذا كفنا الضراء، وقلنا بأن هذا الضراء ما هو إلا ضراء أو مجموعة من الضرات. ماذا نقع له؟ إذا هذه الضراء أو مجموعة من الضرات فقدت أو اكتسبت إلكترون واحدا أو أكثر، يعني الضراء يمكن أن تفقلها أكتساب أكثر من أكثر. إذا فيما في السيغة الضراء، بكتابة السيغة الضراء، نكتب رمز الضراء. إذا رمز الضراء أو مجموعة الضراء المرترطة، ثم نضيف إليه في أعلى يمينه أي في الأسر. إذا هذا الآيون سيكون جيد من واحد الضراء أو سيكون جيد من مجموعة من الضراء. أول حاجة إلا من اكتب صيغة الآيون، أقوم بكتابة رمز الضراء الآت ومنها الآيون. ثم نضيف إليه في أعلى يمين أدف الاسر، الخصوص يمشون عدد الإلكترونات المكتسبة. لأن يuardر مثل إلكترونات المكتسبة في عدد الإلكترونات عدد السيغة. ذات وعندما تفقل إليه بإشارة المكتسبة، مثلاً في الإلكترونات الممت Massachusetts Business. مثلاً ل喜 رمز الآت ومذكرية السيغة الذي تفقل طريب أدف الاسراء. أكثر كيفية كتابة صيغة الأيوم سوف نقومه بدراسة هذا المتاب وهو متاب لصيغة أيون النحاس الثاني إذن صيغة أيون النحاس الثاني هي على الشكل الثاني أيون نحاس الثاني وأيون ناتج عن ضرة النحاس بعد فقدانها الإلكتروني بعد فقدانها الإلكتروني إذن أول شيء نكتبه نكتبه رمز الضرة التي نتج عنها أيون رمز الضرة التي نتج عنها أيون هو المحاس الثاني ثم نضيفه في أعلى يمينه عدد الإلكترونات المفقودة لأن أيون النحاس الثاني نتج عن ضرة النحاس الإلكتروني إذن عدد الإلكترونيات المفقودة دائما تكون متبوعة بإشارات زائد إذن هذه تسمى بصيغة أيون النحاس الثاني إذن هذا العدد إذن موجود في القص يمتل عدد الإلكترونيات المفقودة إذن هذا زائد تمتل شربة الأيون الموجرة لأن الأيون ناتج عن ضرر الإلكترونيات يسمى بأيون موجرة أو كثرة إذن هذا يسمى برمز الضرة الناتج عنها الأيون وهذه كل هذه السلافة تسمى بصيغة أيون المحاس هذا في حالة أخذان الضرة الإلكترونيات في حالة أخرى عندما تكتسب الضرة الإلكترونيات كيف يمكن أن يجب صيغة هذا الأيون؟ إذن دائما مثلا هذا يسمى بأيون الكلورور يسمى بأيون الكلورور وهو ناتج عن اكتساب ضررة الكلور لإلكترون واحد إذن أول حاجة نكتب رمز ضررة الكلور وهو السعر إن هذا هو رمز ضرر ناتج لأيون ثم نضيف عدد الإلكترونيات المكتسبة ولكن في حالة ما كان عندي فقط إلكترون واحد مكتسب فأنا لم أكن بسكوش هنا أخذ المكان فارغ توقين متبور بطبيعة حال بإشارة ناقص لأن هذا الأيون ناتج عن اكتساب ضررة الكلور لإلكترون واحد إذن هذه شوية الأيون السالدة هذا مصدرنا الناتج عنها الأيون وهذه كقول سيبة أيون الكلورور بإشارة فيみنا نمعين من الأيونات هناك الأيون الموجب والأيون السالي الأيون الموجب يسمى بإلكترون والأيون السالي يسمى بالأميون وأخذранة الأيون الاستطاب Đاعث وهي مجموعة من ضرات أرقدات أو اكتسبت إلكترون مع الحر آل الآن الأيون ناتج عن دارة واحدة يسمى أنه أيوناً وحادي الضرط محاذي الضرب مثل ما زال أيون المحاس الثاني يشمع إلى سعيد الفريس لأنه يتكون فقط من ضربة واحدة أو ناتج عن فقدام ضربة المحاس لإلكترون وكذلك أيون الفليور فهو يتكون فقط من ضربة واحدة إذا الأيون ناتج عن ضربة واحدة فقط يسمى بأيون محاذي الضرب أما الأيون المكون من عدة ضرات مختبطة فيما بينها فهذا النوع من الأيون تسمى أيون متعدد الضرات حلاش مثل ماذا؟ مثل أيون الهيدروكسيد وأش ناقص لأن في حالة أيون الهيدروكسيد لا يوجد شيء ضربة واحدة موجد ضراتين وهما ضرات الأكسجيل وضرات الهيدرو الهيدرو كذلك أيون المتعدد الضرات إذا احتموا يعتبر أيون متعدد الضرات وما لا لأنه يتكون من أربع ضرات ضر واحدة من الآزوت وثلاث ضرات من الأكسجيل إذا كخلاصة الأيون النتج عن ضر واحدة يسمى بأيون متعدد الضرات والأيون نتج عن مجموعة من الضرات مرتبطة فيما بينها فهو يسمى بأيون متعدد الضرات فكخلاصة لهذه الحصة وبهذا نفسه من درس المواد والكهرباء فإن الضرر يمكن لها تفقيل الإلكترونات عندما تفقيل الضرر الإلكترونات تتحول إلى ما يسمى بكاتيون أو أيون موجب هذا الكاتيون أو هذا الأيون موجب هو نوعان هو كاتيون محدد الضرات يعني ناتج عن فقدان ضرر واحدة لإلكترونات واحدة أو أكثر وهما كنوع الثاني وهو كاتيون متعدد الضرات وهو ناتج عن فقدان مجموعة من الضرات مرتبطة فيما بينها في عدد معين من الإلكترو مثلاً كميزة كاتيون محدد الضرات مثلاً أيون محاساني أيون الألوميليوم إذن هذا من أيونان غبارة عن أيونان وحادية أو وحادية الضرات فيما يتصنع الثاني من الكاتيونات هي كاتيونات متعددة الضرات مثلاً أيون رشط وأوكيس أو ما يسمى بأيون الأوكسوديوم هو عبارة عن أيون متعدد الضرات لأنه تكون من عدة ضرات متفقلة فيما بينها وكذلك كاتيون عفواً أيون الأمونيوم كذلك هو يختبر كاتيون متعدد الضرات لأنه يتكون من فنس ضرات ضره واحدة من الآزونت واربع ضرات من الهدر الضرة كذلك يمكن لها تكتسب الإلكترونات عندما تكتسب الضرة الإلكترونات فهي ستحول إلى ما يسمى بأنيون أو أنيون سالم هذا الأنيون هو نوعاً هناك أنيون أو أنيونات محادية الضرة مثلاً أيون الكلورور سيئل ناقص ناتج عن فقدة ضرات سيئل ناقص ناتج عن فقدة ضرات ضرات وأناك أيون في الأنور وكذلك أبعاء عن أنيون محادية الدرات نبتل إلى الأنيون تسمى الأنيون متعددة ويستخبون بالمجموع للدرات المختبطة فيها ضيق دهار مثلاً أيون الكيبريتس سو 4 دموان وأيون النطرات وكذلك هي رباء عن أيونات متعددة أو عفواً عن أنيومات متعددة الضرات إذاً ننضع فترة الأخيرة من هذا الدرس وهي كيفية تحديد شمينة الأيون إذاً عكس الضرة شمينة الأيون غير منعلمة غير منعلمة تخالف السبع إذاً شمينة الأيون غير منعلمة على عكس الضرة ونضعها لأن الدراشة مرمتها مرعدمة ونضعها في حصاب ونتعرف على شحيته انطلاقاً من رمز كما تقولون أن تلاق تلك إذاً يمكننا أن نقوم بتغذير شملة الأيون انطلاقاً من الرمز فقط مثلاً سوف ندرس هذه الأيونات وهي أيون كلور أيون السوديور أيون الكبريتات أيون الزم إذاً سوف نقوم بتحديد شملة مثلاً سوف نبدأ بتحديد شملة أيون كلور إذاً أيون كلور رمزه والسائل ناقص إذاً سوف نقوم بتحديد نقوم بتحديد أول حاجة كان لدينا ناقص من الأول أن نرى عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة مما كان نقوم بتحديد حاجات لأن هذه الأيون ناتجة عن الإكتساب نقوم بتحديد الإلكترون الوحيد ونقوم بتحديد وكان ضيط أبتدائيه فيما يخص أيون السود إذاً رمزه والسائل إذاً رمزه والسائل سوف نقوم بتحديد الرمز زائل مدبوع بعدد الإلكترونات المفقودة في هذه الحالة عدد الإلكترونات المفقودة في هذه الحالة هو واحد ثم أوضي للأخير الشحنة الابتدائية الض فيما يخص أيون كبيريتر إذاً رمزه والسائل المفقودة إذاً شحنته سائبة أول حاجة نكتب الإشارة ناقصة متبوعة بعدد الإلكترونات المبتسبة في هذه الحالة الذي هو العدد منها ونضيق الشحنة الابتدائية أيون ظن إذاً هو عبارة عن أيون موجب أو كاتشو إذاً أول حاجة نقوم بها هي كتابة الإشارة متبوعة بعدد الإلكترونات المفقودة التي هي جوج ثم مضيف الشحنة الابتدائية بل سوف نختم هذه الحصة بتمرين التطبيقين سوف نقوم بقراءة أصل التمرين التطبيقين ينتج أيون الكبيريتر عن اكتساب دقرة الكبيريت رمزها هو إلكتروني ثم نعطي العدد الدرين في درس الكبيريت العدد الدرين في درس الكبيريت هو ستة عشر سؤال أول حدد ثلاث أيون الكبيريتر السؤال الثاني ما نوع هذا الأيون منك نقول ما نوع هذا الأيون يعني ثم أحدد عدد إلكترونيك الأيون الناتج سؤال الرابع حدد شحنة الإلكترونيك الأيون بدلالات الشحنة الابتدائية سؤال الخامس حدد شحنة نوعات الأيون الناتج بدلالات الشحنة الابتدائية وآخر سؤال ما هي شحنة الأيون الناتج بدلالات الشحنة الابتدائية أ نمر إلى أول سؤال السؤال الأول هو حدد سيغة أيون الكبيريتر إذا اكتبت سابق أيون، أول شيء، اكتبوا رمز الضرب الناتج عنها هذا الأيض. إذا لم يكن رمز الضرب ناتج عنها أي الكبرتور، أي الكبرتور ناتج عن اكتساب ضغط كبريت لإلكتروني. أول شيء، أكتب رمز للضغط الكبريت. ثاني شيء، ما نقول؟ قضيت في أعلى اليمين عدد الإلكترونات المكتسبة. عدد الإلكترونات المكتسبة هو إثنان، لأنها أي الكبرتور، ناتج عن اكتساب ضغط الكبريت لإلكتروني. طب الحال، ما تكون عن إشارة ناقص، لأنها لا يعني اكتساب إلكترونيات، اكتساب ضغط للإلكترونيات، وليس X. سيغات أي الكبرتور هي S إثنان ناقص. S د مون. S إثنان ناقص. أمر على السؤال الثاني، ما نوع هذا الأيوم؟ إذن أيونات نوعان، هناك الأنيونات والكاترونات، الأنيونات ناتجة عن اكتساب ضغط الإلكترونيات، وهي أيونات سالمة. والكاترونات ناتجة عن فقدان ضغط الإلكترونيات، وهي أيونات مجملة. إذن نوع هذا الأيوم هو عبارة عن أليون أو أيون سالم. لماذا؟ أنا شكرة مسالمة، ولأنه ناتجة عن اكتساب ضغط الإلكترونيات. طب، يتحقوا هذه الضغط، يعني أنه سيكون من ضغط واحدة. هو ناتجة عن فقدان ضغط الإلكترونيات لإلكترونيات. سؤال موالي، حديد عدد إلكترونيات الأيوم الناتج. إذن لتحديد عدد الإلكترونيات في أي ناتج، يجب ملائفة أولين عدد الإلكترونيات الضغط الناتج عن هذا الأيوم. إذن ضغط الكبريت، تتوفر على 16 إلكترونيات. ضغط الكبريت، بعد تحقلها إلى أيون الكبريتون، اكتسبت إلكترونيات. ووقعت زيادة في عدد الإلكترونيات ضغط الكبريت. نجح الأولى على الإجمالي، هو 18، يعني 16 دائمت الكبريت. ومن بلماكسس ما تجمع الإلكترونيات، الحقيقة من المجموع الإلكترونيات 18. نمر إلى السؤال الموالي، وهو تحديد شحنة الإلكترونيات الأيوم بإدارة الشحنة الإجدائية ضغط. أول حاجة أخصة نركز لها هو أن شحنة الإلكترونيات سالم. أول حاجة ستبدأ بها هي إشارة ناقص. من بعد ما نقوم بإدارة إلكترونيات الأيوم. أنا أخذ من عدد الإجمالي إلكترونيات الأيوم هو 18. طبعا الحال ما تقول بالشحنة ما تتلاقيها. ما نقوم بإدارة؟ ناقص 18. أو بإدارة أخصة أو ما نختار. دائما ما نقوم بإدارة الشحنة الإلكترونيات الأيوم. إذن أول حاجة إشارة ناقص. سوف نتاح القرص. سوف نتاح القرص. وهو العدد الذري. ديال الضغط الماتج عن هذا الأيوم. ونقوم بإضافة عدد الإلكترونيات المكتسبة. من المتسبة على السبب القرص. متبور بأشخرة ابتدائية 2. دان عدد ذري الكبريت هو 16. دغط الكبريت تحولت إلى الكبريتو. بعد إكتساب إلكترونيات. نغسقهم بإدارة عدد الإلكترونيات المتسبة. ثم تحلم نتقع فرمي. شحنة إكتبائية 2. 16-2 مجموع. هو 18. وشحنة الإكترانات صفة الصفح هي ناقصة 18 سؤال مولي طلبوا منها بحفظ شحنة نواة الأيو شحنة نواة الأيو للإشارة فإن شحنة نواة سواء الأيو ولا الضرع لن تتغير لأن الضرع عندما تستحول إلى أيو فنواتها لم يطرأ عليها أي تغير فإن دائماً شحنة النواة سوف تبقى كما هي سوف تبقى زائد زائد أ فإن شحنة نواة الأيو النتيجة فإن شحنة النواة تساوي زائد لأن شحنة النواة موجبا زائد أ